نهار الثالث والعشرين من مايو عام الفين واثنين وعشرين إيمان تجلس في بيتها تنتظر ضم طفليها بعد عودتهما من المدرسة يوم اعتيادي لم يكسر صفاءه إلا صوت انفجار هائل في البناية المجاورة تعالت دخان وتعالت أصوات الاستغاذة زوجها سمع خبر الانفجار اتصل بها يحذرها من النزول حذرها لأنه يعرف معدنها لكن إيمان لم تسمع لم تسمع التحذيرات لم تسمع إلا ذاك الصوت الذي طقى على كل الأصوات صوت ضميرها إنسانيتها الذي كان أعلى من صوت الانفجار هبت إيمان تحمل روحها وخبرتها في الإسعافات الأولية هبت تسعف المصابين تسقيهم الماء تبعدهم عن موقع الانفجار انقذت أرواح عديدة انقذتها من انفجار ثان صم الآذان انفجار لم يعرف بعده مصير إيمان بعد ساعات استيقظت في المستشفى وقد تغير واقعها تغير مجرى حياتها ولم تتغير أبدا ابتسامتها إيمان هذه رسالة مقدمة من أسرة برنامج السطر الأخير إلى طفلك تقول عزيزي ميكايل تلك الكلمات التي قلتها لأصدقائك لا تتوقف عن ترديدها يوما تذكر دوما تلك المشاهد العالقة تلك الحظات الفارقة وامشي بكل عنفوان قل أنا ابن إيمان وقل للعالم أجمع أمي بطلة خارقة شكرا إيمان